الجديد في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي المرحلة الرابعة في دروس هذا الأسدس الثاني يوم عندنا الدرس التاسعة والثالثة ومتحتها من وين المكعب ومتوازي المستطيلات الحجم إذن في الصبحة مئة وستة والصبحة مئة وسبعة خلال هذه الحصة سيتعرف المتعلم على حجم المكعب حجم متوازي المستطيلات وقواعد حسابها ثم يجري حسابات عليها إذن نبدأ بالتمرين الأول في أنشطة الإدماج التمرين يقول أحسب عدد المكعبات الصغيرة التي التي تكفي لملء مكعب وأحسب حجمه ذي أحسب أحسب قياس حرف المكعب بالسنتيمتر إذا إذا علمت أن طول حرف مكعب مكعب صغير هو 1 سنتيمتر وأحسب أ أحسب 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 عدد المكعبات الصغيرة مكعب مكعبات الصغيرة التي تكفي لملء المكعب الكبير الكبير لدينا هنا كل طبقة تسعود في الطبقة الثانية ثمانية 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 السؤال الثاني أحسب حجم المكعب الصغير حجم المكعب الصغير أعطونا الحرف 1 سنتيمتر عدد المكعبات الإجمالية التي تملأ كل المكعب هي ثمانية 27 سنتيمتر مكعب ضربنا 27 مكعب صغير في حجم المكعب الصغير إذن أعطونا 27 إذن حجم المكعب الكبير هو 27 سنتيمتر مكعب السؤال الثاني أحسب حرف المكعب بسنتيمتر إذن ثم السؤال الثاني قياس أ قياس حرف المكعب إذن شنو غدي ساوي أ واحد سنتيمتر زائد واحد سنتيمتر زائد واحد سنتيمتر إذن ثلاثة سنتيمتر السؤال الأخير أحسب أ في أ في أ ماذا تلاحظ إذن السؤال الأخير سنحسب أ في أ في أ إذن أ مضربة في أ تساوي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة الحاس أ القيناك تساوي ثلاثة إذن هي 27 سنتيمتر 27 سنتيمتر مكعب إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن أ في أ في أ حجم هي حجم هذا المكعب إذن حسبناه بمكعبة صغيرة تقمى 27 سنتيمتر مكعب وفجح حسبناه أ في أ في أ لقينا كذلك 27 أن هو حجمه إذن هذا هو حجم المكعب إذن شنو خرجناه في هذا الحصة في هذا التمرين أنه الخلاصة هو إذا بغينا نحسب حجم المكعب سنضرب الحرف في الحرف في الحرف هذا هو هذا التمرين واحد إذن ننتقل إلى التمرين جوج وحسب عدد المكعبات الصغيرة التي حرفها واحد سنتيمتر التي تكفي لملء متوازن مستطيلات وأحسب حجمه إذن هنا أحسب A في B في C ماذا توضح إذن سنضرب نفس الطريقة التي تعملنا في التمرين الأول إذن في التمرين الثاني هذا التمرين ما خاصلنا من مكعب صغير لكي نملأ هذا المكعب إذن السؤال الأول أحسب وحسب عدد المكعبات إذن عدد المكعبات تمرين جوج عدد المكعبات الصغيرة وعدد المكعبات الصغيرة المكعبات سوف يكون هنا 4 4 6 6 6 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 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 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 14 15 15 15 16 18 18 10 12 15 16 21 23 23 24 بأننا إلا بغينا نحسبو حجم مكعب إلا بغينا نحسبو حجم متوازن مستطيلة صفف أحمد في هذا الصندوق علبا صغيرة مكعبة قياس حرف كل منها 8 سنتيمتر إذن كل حرف من حروف هذه المكعبة الصغيرة طول متاحة 8 ليس 1 تمرين اللي يفاتو شبنا بأن كل مكعب صغير الطول متاع على حرف 1 سنتيمتر هنا لا هنا 8 سؤال الأول أحسب عدد العلب التي يحتوي عليها الصندوق إذن عدد العلب بشأن نعرفوها رهما أعطونا هنا كيبان من هنا وكيبان من هنا وهنا هذه البلاصة بينوها لنا لأننا عرفوها نحتاجوها إذن سنرى الطول الطول لدينا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 10 إذن لنحسبو هذه المكعبات لدينا 10 لدينا 1 جوج 3 4 10 فى 4 40 إذن هذا الصف هذا فيه 40 ما حال لدينا منصف؟ 1 جوج 3 4 5 إذن 5 1 جوج 3 5 أو لدينا 1 جوج 5 5 وعندنا 1 جوج 5 سعطينا هذا الطبقة الفقانية فيها 50 طبقة الفقانية فيها 50 وعندنا 4 طبقات إذن 50 فى 50 فى 50 فى 50 إذن شحال 200 إذن عدد العلب هو 200 علبة سؤال الثاني وحسب أبعاد الصندوق سوف نحسبو الأبعاد ما هم الأبعاد؟ الأبعاد اللي هم الطول والعرض والرطيفة إذن سوف نحاولو نحسبوه إذن هنا لدينا 10 ديال المكعبات الصغيرة والعشرة ديال العلب وكل علبة مكعبة الطول متاعها الحرف 8 إذن 8 فى 10 سعطينا 80 سنتيمترا إذن هذا البعد الأول والطول بالنسبة للعرب لدينا 5 ديال العلب خمسة وكل علبة الحرف متاعها فيه 8 إذن سوف نعطينا 5 فى 8 فى 40 بالنسبة للارتفاع لدينا 4 ديال العلب 4 الحروف للعلب لدينا 8 فى 8 فى 8 فى 8 إذن 8 فى 8 فى 4 فى 32 إذن هذه الأبعاد فى ال كبيرة فى ال صغيرة فى ال صغيرة فى اله ولدينا 8 فى العلبة صغيرة سوف نحسبوها الحجم الدى علبة صغيرة إذن حجم علبة صغيرة سيكون 8 فى 8 فى 8 فى 3 مره 8 فى 8 فى 8 فى صغيرة إذن سنقوم بعملية حسابية نحسج الكالكولاتريس 8x8x64 ونضربه 64x8 لكي نحصل على الحجم الحجم العلبة الصغيرة نضرب 64x8 ونضربه 512 إذن الحجم العلبة الصغيرة 512 15 سنتيمتر مكعب ونضربه حجم الصندوق بطريقة ثانية إذن هنا سنوضربه ما نرى في التمارين بجوجة كبيرة إذن الطريقة الأولى الطريقة الأولى طريقة 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 الأولى طريقة الثانية طريقة الأولى سنستعملوا أن المكعب كيف تكون مئتين علبة إذن مئتين علبة سنضربها في حجم كل علبة كل العلبة الحجم القناة 512 إذن سنضربوا مئتين علبة ونرى النتيجة بسنتيمتر مكعب نحن نفعلها حسابية بعد اللحظات بالنسبة للطريقة الثانية سنستعملوا الخاصية التي خرجنا بها في التمارين السابقة وإذا نرى حجم المتوزن المستطيلات نضربه الطول في العرض في الارتفاع الطول لدينا L في L في H L لدينا 80 L صغيرة 40 وارتفاع اثنين وثلاثة. نشوف النتيجة بالسنتيمتر مكعب ونشوف نخرج نفس النتيجة. اذا نمشي ونفعل عمليات حسابية. اذا خمسمية واثناش نضربها. خمسمية واثناش نضربها في ميتين. نضرب في ميتين. نضربها في ميتين. اذا النتيجة تعطينا مية وجوج ألف. اذا مية وجوج ألف واربعمائة سنتيمتر مكعب. هذه نشوف العملية الحسابية الاخرى واشتعطينا نفس النتيجة. نضربها ثمانين واربعين واثنين وثلاثة. مية وجوج ألف واربعمائة اذا نفس النتيجة. اذا هنا يا. هذا ما الطرق اللي تعلمناه خلال هذا التمرين. اذا ننتقل الى التمرين الموالي. التمرين الرابعة. التمرين الرابعة يقول مكعب قياس حرفه ستين سنتيمتر. كم يلزمنا من متوازيات المستطيلات على شكل لملء هذا المكعب. اذا نحن نفهم التمرين. اذا لدينا مكعب ماشي متوازيات. لدينا واحد مكعب. هذا. مكعب. هذا المكعب عنده في حرف ستين سنتيمتر. السؤال. ما حال سنحتاجه من متوازين مستطيلات صغير. باش نملؤه هاد المكعب. اذا هنعتبروا بانه بحل هك. هذا. هذا اللي برتهنا ايا بحل هاد. عنده في ارتفاع ثلاثة. وعنده في الطول خمسة وعنده في العرض اربعة. شحال خاصنا منه. شحال خاصنا من هادو. باش نملؤه. باش نملؤه هاد المتوازين مستطيلات. اذا هدا والسؤال. شحال خاصنا من هادو. باش نعمروا هاد المتوازين مستطيلات. اذا هنه هاد والسؤال اللي خاصنا نجاوب عليه. كم يلزمونه? اذا هنه ما بغناش نتعاملوا بالحجم لانك نشوف بان الاسئلة اللي جاية قد تحدث على الحجم. فاشنو غدي نديرو احنا غدي نتعاملوا بالاضلع. غدي نتعاملوا بالاضلع. كيف? غدي نجي ونشوفوا ايش حال عنا هنا. هنا. عنا ستين. وهنا غدي نضلع ستين. وحتى هذا ستين. غدي نشوفوا هاد. 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 الضلع ديال المتوازين. من متطيلات فيه خمسة. اذا شحال غدي يجي عنا ديال. شحال غدي يجي مع ديالึ ديال المتوازيات المتطيلات على مشتoppike. هاد المكعب في هاد الحرف نتعاملوا. اذا غدي نديرو ستين غنا نقسموه على خمسة. اذا شحال غد ستعطينا 60 نقسمه على خمسة ستعطينا 12 يعني هنا سيأتي هنا 12 مكعل ما شمتوزم السطيع 60 نقسمه على 5 ستعطينا 12 هذا على مستوى الطول على مستوى هذا الأطول على مستوى الضلع هذا شحلة سيأتي هنا هنا كل ضلع 4 إذن إذا كان كل ضلع 4 سيأتي هنا 15 حيث 60 على 4 ستعطينا 15 ثم على مستوى الارتفاع للمتوازن المكعب يجبنا الارتفاعات المتوازن المستطيلات سوف نحس هذا هذا ما لديه ثلاثة 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 إذا ستين على ثلاثة سيجي عشرين وهكذا سوف نحسب كيف سوف نعرف بحال هكذا ما لدينا من متوازن المستطيلات التي يملأ المكعب عرفنا ما لدينا ما لدينا تدريجات وما لدينا تدريجات وعننا هنا تقسيمات 12 سوف نرى الطبقة الأولى ما لدينا من متوازن المستطيلات سوف يكون فيها 12 في 15 12 في 15 سوف نضربها في 20 وسوف نلقى ما لدينا من متوازن المستطيلات إذا النتيجة هي 12 في 15 سوف نعرف ما لدينا في الطبقة التحتانية المتوازن المستطيلات ومن بعد سوف نضربها في 20 لكي نعرف عدد متوازن المستطيلات المكعب كله إذا في النهاية سوف تكون هي 12 في 15 في 20 هي العملية الحسابية اللي سوف نضربها سوف نلقى عدد عدد المتوازيات المستطيلات التي تملأ ذلك المكعب إذا 12 مضربة في 15 مضربة في 20 إذا 3600 إذا نتيجة هي 3600 متوازن مستطيلات 3600 متوازن مستطيلات كم يلزمونا 3600 سوف نحتاج هذا من بعد السؤال الثاني وحسب حجم متوازن مستطيلات الصغير إذا حجم متوازن مستطيلات الصغير قد يكون هو طبيعة الحال قد يكون حجم متوازن مستطيلات صغير قد يكون هو ضيء صغير قد يساوي هو 5.4 20 20 20 60 إذا 60 سنتيمتر مكعب إذا هذا حجم متوازن مستطيلات الصغير السؤال الآخر وحسب حجم المكعب بطريقتين إذا إذا نحسب حجم المكعب بطريقتين سوف نقوم الطريقة الأولى ثم الطريقة الثانية إذا الطريقة الأولى سوف نستعمل القاعدة التي نرى عدد إذا نحن لقى بأن المكعب هذا يتكون من 3600 مكعب صغير سوف نضرب 3600 سوف نضرب ها في حجم كل مكعب ليس مكعب في حجم كل متوازن مستطيلات صغير إذا سوف نعطينا النتيجة 3600 متوازن مستطيلات صغير هذا سوف نضرب ها في 60 للحجم سوف نلقى النتيجة سوف نضرب سوف نضرب العمل طريقة الثانية نحن تعلمنا بإذا نحن نحسب الحجم المكعب الكبير لدينا حرف 60 حرف 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 مكعب لا حرف أنه كان قبيل وكان بني خطأ سوف نضرب العمل الأول 3600 مضرب مكعب 3600 مضرب مكعب مكعب ومكعب نضرب 60 60 60 60 216 ألف إذن 216 ألف سنتيمتر مكعب إذن وبالتالي في الحسابات كلها مضبوطة والصحيحة إذن ننتقل إلى صفحة الموالية حول الحجم المكعب ومتوازن مستطيل إذن أنشطة الاستثمار في صفحة 107 تمرين رقم 1 في أنشطة الاستثمار المجسمات التالية مكوناتون من مكعبات من النوع وحسب حجم كل مجسم إذن هنا لدينا مجسمات ABCD إذن سنحسب الحجوم إذن سنبدأ بالأ إذن أنا سأخذ مثلا نضيف الحجم أ لدينا الشكل أ إذن الشكل أ سنحسب الحجم المكعبات إذن لدينا جوج 4 وكل طبقة 4 يعني 8 إذن ستكون عدد المكعبات المكونات لهذا الشكل أو المجسم هي 8 سنضربها في حجم كل مكعب نضربها في حجم مكعب صغير اللي أعطوها لنا في البداية وقالوا لنا بأنك يسوي 1 سنتيمتر مكعب إذن نضربها في 1 سنتيمتر مكعب إذن النتيجة هي 8 سنتيمتر مكعب هو حجم المجسمة B B B لدينا جوج 3 يعني في الطبقة هذه 6 وهنا 6 في جوج يعني 12 إذن الشكل B لدينا 12 سنضربها في 1 سنتيمتر مكعب اللي هو حجم المكعب الصغير إذن النتيجة هي 12 سنتيمتر مكعب C لدينا 3 3 ثلاثة تسعود إذن كل طبقة فيها تسعود هنا الثلاثة تسعود ثلاثة تسعود هي 27 مكعب صغير نضربها في حجم المكعب الصغير النتيجة هي 27 سنتيمتر مكعب سنذهب لدينا إذن 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 نحسب عدد المكعب إذن الطبقة الأولى فيها 1 3 4 1 3 4 5 إذن هنا عشرين وعندنا هنا عشرين وعندنا ولكن هنا هنا عدد الإجمالي المكعب سمضح 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 أصبح existem أصبح ثلاثة تسعود ثلاثة سبعة عشرين اذا ننقص سبعة عشرين اذادفنا هنا سنظر عدد عدد المكعبات صغيرة الان نتيجة ستكون اذا نقصنا من حائل vraiم عشرين حتى ان ان نصنا من فائل افاقى ثمانين وتزيد ونقطس وشبعة ببقى ثلاثة وستوائل فعادد المكعبات المكونة لهل الشكل هى ثلاثة وسبعين اذا بغين الدب الحجم سقققلforoo perfectly في واحد سنتيمتر مكعب هذه النتيجة 3.7 سنتيمتر مقاعد. كان هذا الشكل او. هنمشوا الشكل اف. الشكل اف. كذلك غدي نتعاملوا معه بنفس الطريقة. غدي نحسبوه الاجمالي ونقسم منه فراغ. اذا عنا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة. خمسة جوج اربعة ستة تمانية. اذا كل طبقة فيها اربعين. وجوج اربعة ستة تمانية. اذا تمانية فاربعين. وكان كان هذا المتوزن المستطيل اتمامله. ستكون عنا تمانية فاربعين. اذا تمانية فاربعة اثنين وثلاثين يعني عدد المكعبات الاجمالي. لو انه ما كانش فراغ سيكون ثلاثة مية عشر. نحسبو الفراغ. الفراغ عنا ثلاثة. جوج اربعة ثلاثة فاربعة تماش. كل طبقة فيها تماش. جوج اربعة خمسة. اذا ستين مكعب هل المغ William他 نقصه هنا. اذا ستين مكعب صغير. trait ٣٢٠ نقص ٦٠. اذا ستكون مكعب ثنانان يعني ٤٧ نقص ٤٦. والمقص IT toast by two 660 كاربعة. ال Milan نقص النقصة ٢١. seams. نقص ٤٦. تعدين ٢٦ مكعب صغير هي اللي كتشكل لنا هزال الشكل هذا المجسم. اذا ٢٦ نالضربه 1 سنتيمتر مكعب إذن 260 سنتيمتر مكعب هو حجم الشكل إذن ننتقل إلى التمرين جوج خزان مائي على شكل متوازن مستطيلة طول قاعدته إذن فشك نقوله طول قاعدته إذن عنا خزان على شكل متوازن مستطيلة على قاعد طول قاعدته يعني هذه طول متعها 1.8 متر هذه القاعدة وعرضها 0.9 متر 0.9 متر هذا هو العرض متع وارتفاعها 1.9 متر وارتفاع هذا 1.9 متر إذن عنا نفس الوحدة وحسب حجمه إذن باش نحسبو الحجم ننتعو حجم الخزان شنو غادي نديرو؟ غادي نطبقوا القاعدة للي تعلمنا واش غاستعملوا المكعبة الصغيرة؟ ما عناش المكعبة الصغيرة؟ دب المكعبة الصغيرة كانت غي تمهيد باش فهمنا كيف يتم حساب الحجوم دب غادي نستعملو الطول في العرض في الارتفاع دب هادي غاستنحفظوها ونستعملوها دائما إذن أن الطول 1.8 متر غادي نضربوها في العرض اللي هو صغير فاصيلة السعود وغادي نضربوه في الارتفاع اللي هي 1.9 متر والنتيجة غادي تكون بالمتر مكعب دب غادي نديرو عملية حسابية وغادي ننقو الحجم لليا الخزان 1.8 مضربوها في صغير فاصيلة السعود مضربوها في 1.9 إذن النتيجة هي 1.9 40 متر مكعب التمرين رقم 3 وحسب حجم مكعب قياس حرفه 25 سنتيمتر إذن كذلك عندنا مكعب مكعب الحرف نتاعه لا أعطونا ليس ثلاثة القياس أعطونا ليس قياس واحد لأن المكعب أضلاعه حروفه متقيسة إذن 25 هذا كلهم يساويه 25 هو ما عنده طول ورطفا وبالتالي فاش نحسبه حجم المكعب لإذن نضربو الحرف في الحرف في الحرف يعني كفية أكون لدينا حرف واحد وكننا عرفوه نحسبوه إذن هل تعطينا خمسة وعشرين في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين نحسبوه نحسبوه الماء نحسبوه الماء نحسبوه الماء في الإناء سنتيمتر سنتيمتر مكعب هذا حجم الماء سنتيمتر نحسبوه الماء سنتيمتر وحجم متوازن مستقيلة لدينا الأبعاد لدينا الطول 12 لدينا سنضربوها 10 ونضربوه كوشيف 8 قاعدة قاعدة معروفة ونرى نحسبوه عملية حسابية 12 مضربوه 10 ومضربوه 8 960 سنتيمتر مكعب إذن السؤال إذن الحجم المتوازن مستقيل 960 سنتيمتر مكعب والحجم ديال الماء هو 480 إذن إذن يستوعبو نعم يستوعبو إذن هذا الإناء يستوعب يعني غادي يقدر يستوعبو يعني ما غاديش يتملأ إذن صحح إذن صحح إذن هنا شنو المعنى هو إنه متوازن مستطيلات متاعنا غادي يتملأ نضربو هذه في النص إذن في النص علش؟ لأنه إذن غادي يتملأ بحل هكا إذن غادي يتملأ في النص إذن ده بس سؤال اللي طرحوا لنا من بعد إذا كان يستوعب هذه الكيمية نعم يستوعبوها إذن الجواب نعم يستوعبوها علش يستوعبوها علش يستوعبوها لأن لأن 480 اللي هي الكيمية دي الماء أصغر من حجم المكعب المتوزن المستطيلات كون كان يتكبر ما غاديش يستوعب وبالتالي غادي يفيد إذن هنا إذن هنا إحنا جاوبنا على السؤال الأول دبعا غادي ندوزه السؤال الثاني كيقول إذا كان الإناء يستوعبو هذه الكمية أحسب علو والماء في الإناء إذن باش لقوحنا علو والماء في الإناء غادي نقسموه أو لا غادي نشوفو بأن ناخدو الكمية دي الماء عنا كمية الماء 480 إلا ضربناها في جوجك تعطينا 960 سنتيمتر موكا 480 ضربناها في جوجك هذا يعني أن ارتفاع سيكون في النصف ونحن الارتفاع ما لدينا ارتفاع 8 إذن علو علو الماء في الإناء سيكون هو 8 سوما على جوجك إذن سيكون 4 سنتيمتر موكا سنتيمتر إذن بتعبير آخر سنتيمتر موكا هنا إذن العلو سيكون في النصف لأن الحجم دي الماء هو نصف حجم الإناء التمرين الثاني قامت سلماء بصب نفس الكمية من الماء في إناء على شكل متوازن مستطيلة بنفس الأبعاد في شكل جوج هل يستوعب هذا الإناء هذه الكمية إذا كان إذن هنا سنجاوب بسهولة ما سنجاوب بسهولة ما سنجاوب عملية حسابية إذن سيستوعب إذن الجواب نعم إذا كان علش لأنه نفس الحجم الحجم لا يؤثر على إذن هنا نفس الحجم لا ما نجاوب عمليات حسابية لأنه علش كما ضربنا هنا بحل الهي ووقفناه حل الهي المتوازن مستطيلات بحل الهي يبدلنا له الأخر لأنه عشرة في إطناش في تمانية ستعطينا تاهية 960 سنتيمتر مكعب يبقى السؤال الثاني إذا كان الإناء يستوعب هذه الكمية وحسب العلو لأن العلو سيأتي في هذه المرة 12 على جوج لأنه 12 بالرطيفة ستتملع بهذه الطريقة إذن هذه البلاسة ستتملع وهي المصر التي تمثلينا 480 وستبقى 480 هنا فارغة هذا حجمه 480 هذا حجمه 480 إذن الارتفاع سيكون هو 6 سنتيمتر قبيلة كان لدينا الارتفاع هو 8 إذن قسمنا على جوج هنا 4 وهنا 4 إذن هذا هو الجواب على هذا التمرين إذن ننتقل إلى التمرين واحد من أنشطتي الدعمي والتكوية التمرين واحد لدى إبراهيم 24 مكحابان حرف كل واحد منها 1 سنتيمتر يكون هذا المكعب يكون هذه المكعبات كلها متوازي المستطيلات وحسب أبعاد متوازي المستطيلات يمكن تكوينه باستعمال هذه المكعبات إذن عنا 24 مكعب كيفاش غضي غضي يرتبهم إبراهيم باش يحصل على متوازي المستطيلات إذن هنا شنو هندير ونشوفه 24 24 شنو قدرون نكتبها 24 قدرون نكتبها قدرون نكتبها آآ 3 فربعة ثلاثة فربعة تناش في جوج ثلاثة فربعة تناش ثلاثة فربعة تناش في جوج إذن عنا 24 مكعب غضي نرتبها بهاد الشكل هذا إذن كيفاش غضي يجي دك شي أربعة غضي يجي طول إذن غضي يجي بحلاقة ثم ثلاثة في العرض وفي الارتفاع غضي يجي جوج إذن هكذا غضي نحصل على المكعب غضي أن المتوازي المستطيلات المكون من عدة مكعبات إذن بحال هكذا إذن بحال هكذا غضي نحصل على المكعبات طب يلاجينا نحسبه إذن عنا عنا ثلاثة أربعة في ثلاثة إذن طناش إذن هات تبقى فيها طناش وهات تبقى فيها طناش إذن المجموع 24 هل هناك احتمال آخر نشوف واش كين شي احتمال ستة نضربوها في جوج كين احتمال آخر كين ستة نضربوها في جوج ونعودو نضربوه في جوج إذن هذا احتمال ثاني إذن غضي نرسموها للشكل الثاني هذا احتمال الشاشة قالوا هنا قارن نتيجاتك بنتيجاتي من جنبك من هو بجنبك إذن هنا غضي نضربوه الطول هو فيه ستة هذن غضي يجيب حلك إذن ستة ثم العرض نضربوه فيه جوج والاغتفاع فيه جوج وغضي نحصله على مكعب بنفس الحجم ولكن بنفس الحجم ولكن بأبعاد مختلف إذن هكذا حسنا ما أعلموا إذن هنا لدينا ستة المكعبت وهنا لدينا جوج وهنا لدينا جوج إذن ستة في جوج ستعطينا 12 في الطبقة الأولى و 12 في الطبقة الثانية إذن مجموعة 24 هل هناك احتمال آخر لا أعتقد إذن دمنا احتمالة الواردة إذن إذا قامنا 8 في 3 ستعطينا لجوج أبعاد 8 في 3 و 24 هنا ستعطينا القسمة والطبقة الحالة قواسم إذن ننتقل إلى تمارين 2 وحسب ارتفاع متوازن مستطيلات علما أن حجمه هو 210 سنتيمتر مكعب إذن هذا تمارين في غاية الأهمية علش لأنك يعطينا العملية العكسية نحن دائما نريد أن نحسبه غير حجم ولكن كان شيء من رأس يقدر يعطيك الحجم ويطلب منك الأبعاد الأخرى إذن كيف شغل التعامل إذن نتكلمه شوية إذن لدينا V كيف سوى L كبيرة في L صغيرة في H بالنسبة للمساوزن مستطيلات إذن دابع أنا هاد المرة عندي الحجم وعندي الطول وعندي العرض ولكن ما عندي شغل التفاع إذن شنو غادي ندير غادي ندير H شنو غادي نساوي هو V مقسوم على L في L إذن كما كنا كانت عمله في السرعة كما كنا كانت عمله في يعني كل العلاقات كنت عمله بهذه الطريقة هذه كي نحسبوه كي يكون عندنا واحد المجهول والخرين حاضرين دابع هنا يمكننا عملية حسابية دابع H ما عنديش غادي يبقى هو H غادي عندي غادي نرقب الواحدات غادي نفس الواحدات من باش من خلال شان السنتيمتر مع الدسيمتر مع الميتر معه إذن عندي ميتين وعشرة هذا هذا هو ميتين وعشرة هو الحجم غادي نقسمه على ستة اللي هو العرض وسبعة هو إذن في النهاية غادي نحسب ميتين وعشرة غادي نقسمها على اثنين وعشرة ستة بسبعة اثنين وعشرة والنتجة غا تكون بوعد واحد لأنك نحسبوه الارتفاع الارتفاع H إذن هنديروا عملية حسابية ونشوفوشنا تسقطينا إذن ميتين وعشرة مقسموها على اثنين وعشرة اثنين وعشرة كساطين خمسة 25 سنتيمتر إذن هاد الارتفاع كان غايب دبا أصباح يساوي خمسة إذن عمتقل التمرين الآخر هو التمرين الثلاثة في هذا الدرس حول الحجوم تتوفر زينب على 51 مكهبا صغيرا قياسه حرفي كل منها 4 سنتيمتر وحسب عدد المكعبات من النوع المرسوم والتي يستطيع تكوينها من هذه المكعبات إذن هنا طبيعة الحل عندنا قد نشوفو هاد المكعب المرسوم مقصود به وهذا هاد مكعب مرسوم هاد المكعب المرسوم مش حل هاد المكعبات صغيرة فيه جوج في جوج أربعة إذن هاد طبقة فيها أربعة والطبقة الثانية فيها أربعة يعني مجموعة ثمانية إذن هنا شنو خاص نديرو إحنا إحنا دابا عندنا 51 غضي نقسموها نديرو قسمة إقليدية غضي نقسموها على ثمانية ونلقاو الخارج والباقي لأن هنا غضي يكون عندنا الباقي إذن شنو العدد اللي غضي نضرب ثمانية يكون ثمانية ثمانية في ست إذن ثمانية في ست ثمانية في ست تعطينا ثمانية واربعين ثمانية واربعين شحال الباقي بالنسبة لـ 51 ثلاثة إذن ثلاثة أولا هذه طريقة طريقة أخرى نديرو قسمة إقليدية دابا هذه كتسمة متساوية إقليدية هاللي خلتنا نقين شحال إذن عدد المكعابات عدد عدد المكعابات من النوع المرسوم مكعابات من النوع المرسوم النوع المرسوم هو ستة والباقي ثلاث مكعابات صغيرة كي باش نفهموا الأمور مزيد يعني غادين بدون أخذون من المكعابات الواحد وخمسين وحنا كان قدوا تمانية 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 في النهاية غادين نصيبوا ستة من هدو المرسومين وغادين بقولي ثلاثة غادين الشيطولية أولا هنجبا 31 ونرغب قسمة إقليدية نقسموها على ستة 51 نقسموها على ستة تمانية تمانية بستة تمانية ووربعين 51 ناقص تمانية ووربعين ثلاثة إذن هاد الشليكين إذن غن ملقاو عفوانا على ثمانية مش على ستة آه على ثمانية لمش على ستة فعلا وفي النهاية شنوف سنلقى 6 المكعبات التي ستخرج لنا و 3 المكعبات 6 المرسوم التي فيهم 8 و 3 المكعبات صغيرة ننتقل التمرين الموالي أحسب سؤال أحسب حجم أكبر مكعبين يمكن تكوينه 51 مكعب وأحسب عدد المكعبات المتبقية هنا سنقلب على أكبر إذا بدنا نرتب في هذه المكعبات أكبر مكعب أكبر أكبر نعم أكبر مكعب نقدر نصيبه مكعب نعم أكبر مكعب سنصيبه و لا يكون لدينا فراغ يعني حتى نقول مكعب سنأخذ مكعبات صغيرة وبدو أن نرتب فيها على أساس نصيبه أكبر مكعب وهذا المكعب لا يجب أن يكون فيه مكعب صغير ما خاصه هذا هو اللي نريد أن نقول لأنه هو السؤال لأنه هنا سنرى نحن نعرف المكعب الكبير الذي سنصيبه أخذ الأبعاد لأنه يكون موسيقى إذا نأخذوا الاحتمال لربعة ربعة مثلا نريد أن نصيبه المكعب المكعب الكبير نريد أن نقومه هنا ربعة وهنا ربعة وهنا ربعة ونرى ما يعمل لنا إذا ضربنا ربعة في ربعة سأعطينا ستاة ستاة إذا ضربناها في ربعة سأعطي ثمانية أربعة وستين إذا أربعة وستين حنا عنا غي واحد وخمس إذا ما أخدمه ليش ربعة إذا شو نضيره ونأخذه ثلاثة معنى شحل لأن الأضلاع دي المكعب ولا الحروف متقايسة نضيره ثلاثة دفع ثلاثة في ثلاثة تشعود ثلاثة سبعة وشرين إذا دول جواب إذا أكبر أكبر مكعب نقدرون صيبه هو يتكون من ثلاث مكعب صغيرة دول جواب على السؤال إذا حال ثلاثة 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 سبعة وشرين إذا تجاوب هنا إذا نحسبوه الحجم منتاعه باش نحسبوه الحجم منتاعه إذا نجاوبه بعد على السؤال غنقوله أحسب حجم أكبر إذا عدد المكعب المكونا المكونا مكعب مكعب صغيرة صغيرة المكونا لأكبر مكعب يمكن تكوينه هو ثلاثة هولا ثلاثة 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 يعني سبعة وشرين نحسبوه الحجم منتاعه الهجم غدنحسبوه حجم مكعب الصغير حجم مكعب وحنا اخطونا 4 سنتيم حجم المكعب الصغير إذا باش نحسبوه نديرو 4 فاربعة فاربعة فاربعة. هذا مكعب صغير. وهذا الشي نضربه بسبعة وعشرين. لأننا سبعة وعشرين مكعب صغير. إذا النتيجة ستكون بسنتيمتر مكعب. لأن هذا مكعب صغير. لدينا أكبر مكعب كبير يمكن تكون من سبعة وعشرين مكعب صغير. إذا ستكون النتيجة هي سبعة وعشرين فاربعة 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 فاربعة. إذا ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين سنتيمتر مكعب. كيف يمكن نحسبوه بطريقة أخرى. لدينا هنا أربعة. لدينا هنا أربعة. لدينا أربعة. إذا هذا الحرف لا بعد. سrophe. سنتسبعي 12 في 12 في 13 تلاسف المرس. إذا هذه طريقة الأولى سنتسبعي 12 في 12 في 12 تلاسف المرس. أذن هذه هي هو التطرق التيểnنا في بداية الحصة. إذا ضربناها 12 في 12 تعطينا 1728. hue 728 سم. الثقري. السؤال الآخر. ومثلوا متوازن مستطيلة بالمكعبات المتبقية وأحسبوا حجمها إذن نحن ستعملنا مكعبات المتبقية هو 51 سنقسمها 27 إذن تعطينا 24 مكعب إذن شكونا هو متوازن مستطيلة لنكونه من 24 مكعب صغير غادي يكون غادي يكون مثلا هنا غادي نديرو 6 غادي نديرو 4 وهكا غادي نديرو 3 راشفنا بحالة التمرين وفي الارتفاع 4 في 3 فجوش إذن هكذا غادي نحصله على المكعب المتوازن مستطيلة من 24 إذن غادي نجيب حال هكا إذن هذا دب إذا بغينا نحسبه الحجم التاع غادي يكون هو 4 في 3 4 في 3 في جوش هذا أولا غادي نديرو عملية أخرى عنا هنا كل ضلع الطول يلي 8 8 8 إذن هاد الطول شحل غادي هاد العرض شحل 8 زائي 8 زائي 8 إذن تعطينا 8 في 3 إذن 24 إذن هنا 24 سنتيمتر ارتفاع فيه جوش 8 يعني 16 وعنا هنا 4 في 8 إذن 32 سنتيمتر إذن 32 سنتيمتر إذن 32 إذن دبال حجم غادي يكون هو باش من نباعدوش إذن غايكون هو 32 في 24 في 16 والنتيجة بسنتيمتر إذن 32 نتجة 12288 سنتيمتر مكهب هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول حجم متوازن المستطيلات والمكهب من دروس الرياضيات السنة السابتداء الكتاب الجديد